وللحديث عن توتر العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل مؤخرا من ضمن سياسات رئيس الوزراء نتنياهو ينضم إلينا من عمان السفير السابق زياد المجالي وأرحب أيضا بضيفي من القدس الدبلوماسي السابق سيد مئير كوهين أهلا وسهلا بكم أبدأ منك سيد مئير وربما نبدأ من هذا التسجيل الصوتي الأخير لنتنياهو والذي ينتقد فيه ويهاجم قطر بشكل صريح من المرات النادرة التي نرى فيها أن يصل الخلاف مع الجانب القطري إلى حد المجاهرة بانتقاد الدور القطري لماذا يذهب نتنياهو الآن إلى هذا الحد؟ هناك وجاءة نظر في إسرائيل فيما يتعلق بالعلاقات مع قطر هناك من يعتبرها بأن قطر هي تمثل الجناح السياسي لحركة حماس ويتدعم الإرهاب واسموتريتش خرج بتصريحات ولكن من ناحية أخرى هناك من يعتقد ورغم من ذلك يعتقد أن قطر هي القنالة الوحيدة من أجل الإفراج عن المخطفين وإذا أردت المضي قدما في هذا الاتجاه فعليك عدم الخروج بمثل هذه التصريحات لأنها تصيء أولا إلى العلاقات وتصيء أيضا إلى موضوع المخطفين وهذه وجاءة نظر وأنا سمعت قبل قليل مشاهات مقابلة مع أسر أحد الرهائي الموجودين في قطاع غزة ابنه متواجد هناك وانتقد بشكل شديد هذه التصريحات من قبل رئيس الوزراء في الوقت الذي يتم فيه إجراء مفاوضات لكن يجب التمييز بين العلاقات مع قطر وبين العلاقات مع إسرائيل وكل من مصر والأردن وضعتنا في نقطة مهمة ربما ننطلق منها في سؤال التالي أذهب إلى ضيفي من عمان للحديث تحديدا عن الموقف الأردني سيد سفير زيادة المجالي سيد سفير يعني أن يلجأ نتنياهو إلى حد الصدام مع الدول الفاعلة تماما والرئيسية في هذا الملف والتي كانت تشكل التوازن التقليدي في ملف الفلسطيني لماذا؟ هل هذا مؤشر بالنسبة لكم لورطة صياسية أو عسكرية حتى في حسابات إسرائيل الآن؟ وعلى ما يعول نتنياهو في الذهاب إلى هذا الحد برأيك؟ أسعد الله مسائك أخت مروج في الحقيقة هذه جزئية صغيرة التي تتعلق بمحاولة أيضا المشاكسة على قطر التي تقوم منذ السابع من أكتوبر بجهود من أجل حقيقة يعني محاولة وضع أسس لتلقيف الجو بهدف الوصول إلى وقف الحرب في غزة للأسف يعني التطرف هو كان عنوان هذه الحكومة ليس من جديد وإنما منذ زمن طويل وهذا التطرف للأسف سيوصلنا إلى مآلات مأسوف عليها الوضع في قطر يعني قطر تقوم بدور وسيط مهم وبالشراكة مع الولايات المتحدة وهذا يجب أن لا يتوقف لمصلحة الجميع خاصة إذا كان الهدف النهائي وقف الحرب والانتهاء من التدمير الحاصل في غزة ولكن للأسف ما نشاهده أن هذه السياسة لنتنياهو ليست مستجدة وإنما هي سياسة قائمة منذ عام 1996 عندما استلم الحكم لأول مرة هو جاء بنفس متطرف ولكن الصورة التي عليها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا هي الأكثر تطرفا والتي أباحت العديد من التصريحات أيضا لأعضاء الحكومة كما شاهدنا بتقاريركم وهذا يمكن أن يوصلنا إلى للأسف تشنج أكبر لا يعطي أمل مع العلم أن الأمل كان مفقودا منذ أن صارت على هذا الخط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المتطرفة الآن الكرة حقيقة في مرمى الجانب الأمريكي لأنه هو الحليف الداعم للجانب الإسرائيلي وهو الشريك سواء كنا نتحدث عن المفاوضات بما يتعلق بالأسرة ولكن أيضا هناك أهم من ذلك أن هناك جهود دولية تحاول إنقاذ الوضع في غزة لكن أنا أعرف أن هذا عنوان لحكومة نتنياهو مستمرة فيه ولكن وللأسف هو لأغراض سياسية داخلية تهم مصلحة نتنياهو بالتحصيل النهائي سيد مئير أعود إليك وربما بالنقطة التي انتهيت إليها وهي مسألة الفصل بين العلاقات الإسرائيلية القطرية وضعها في كفة والعلاقات مع الأردن كطرف ومصر كطرف آخر في كفة أخرى ما الاختلاف هنا الذي آرت الإشارة إليها؟ الاختلاف طبعا واضح هو دعم قطر لحركة حماس بكل الوسائل وهذا أمر ليس غريبا وليس جديدا فهو واضح للبيان هو المكتب السياسي رؤساء المكتب السياسي يعيشون في قطر وأنعمونا بالفنادق سبعة تنظر ولماذا لم تحترد إسرائيل سابقا؟ الفلسطيني في قطاع غزة دعم لا هي معطلدة كانت معطلدة وهذا أمر معروف وهذا ليس جديد لكن بالنسبة للاتصالات مع قطر هي كانت بتتم ولا تزال بتتم عبر جهاز الموساد ورئيس جهاز الموساد شخصيا هو الذي يقوم بهذه الاتصالات الدور القطري طبعا يجب أن نقول رغم من ذلك هي قطر أيضا في وجود الحكومة الحالية خلال السنوات الخامسة الماضية قامت بتمويل حركة حماس بـ 30 مليون دولار سنويا وهذا في عهد نتنياهو لكن إسرائيل نفسها قامت بتمويل حماس تقارير الغربية أكدت أن إسرائيل قامت بتمويل حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية عبر قطر نعم بالزبط هذا صحيح حضرتك كما ذكرت لكن هذه الأموال هي أموال قطرية 30 مليون دولار جاءوا من قطر وإسرائيل سمحت بهذه الأموال بالدخول ونتائج كانت واضحة للعيان لكن المسألة هي صحيح قطر هي مشكلة يعني طبعا هي بتساعد حماس بتساعد الإخوان المسلمين في العالم العربي وهذا الأمر بيخالف أيضا كل التوجهات في العالم العربي بالنسبة للإخوان وحماس وهذا مناقض للوضع لكن هي طبعا بتقوم بدور وأيضا الإدارة الأمريكية بتتعاون معها ولذلك يجب سمعنا أيضا عن حديث للقاء مع رئيس المخابرات الأمريكية مع كل من أجهزة المخابرات في قطر وإسرائيل وكل ما شاهد من أجل الإفراج عن الرهائن تصعيد اللهجة مع الأردن وهنا ربما أأتي إليك سيد مئير للتعليق على هذه النقطة لأن هذه نقطة مهمة جدا لكن أذهب بها إلى سيد زياد سيد سفير سيد سفير أن تذهب إسرائيل إلى حد الحديث عن بحث وقف اتفاقية تزويد الأردن بالمئة بعد تصريحات أردنية لم تختلف كثيرا عن التصريحات التي تخرج عن المسؤولين الأردنيين منذ بداية الحرب لماذا تذهب إسرائيل إلى هذا الحد؟ وهل ترى أنه يعكس ذلك تخبط في داخل الإدارة الإسرائيلية؟ هذا بالضبط حسب ما وصفتي هو ليس في التخبط وإنما محاولة الانتهاك كواعد معاهدة السلام التي شهدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية كل ما هو في معاهدة السلام يفترض به أن يصان ونحن لاحظنا انتهاكات إسرائيلية ليست مستجدة سواء كنا نتحدث عن الوضع في القدس أو الإجراءات التي تقوم في الضفة الغربية والهادفة إلى انتهاك المادة الثانية من معاهدة السلام بوضع قواعد وظروف تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين هذه السياسة من جانب إسرائيل للأسف كما ذكرت أنا سابقا لا يمكن لنتنياهو أو يريد أن يتفوق على شامير عام 1991 ولكننا للأسف لا نجد أن بلينكين يحاول تقليد ما فعله جيمس بيكر عام 1991 بالوقوف بصلابة أمام الحكم في إسرائيل نحن أمام اختلاف شديد في وجهات النظرة ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل هنا الحالة مختلفة أن نتنياهو يريد أن ينقذ نفسه ولا يريد أن ينقذ إسرائيل إسرائيل إذا التزمت في قواعد السلام فهي تفتح الباب حقيقة لما تم التعاقد عليه سواء كنا نتحدث مع الجانب الفلسطيني أو وفقا لقواعد القانون الدولي لكن للأسف التطرف الذي وجدت نفسه فيها حكومة إسرائيل تضعها أمام ليس الولايات المتحدة ولكن أمام شركاء كانوا بالأمس معها في معاهدات سلام كما تحدثت تقاريركم أيضا عن مصر مصر تهمتها إسرائيل بأنها هي التي تعيق إيصال المساعدات مع أن الصورة كانت واضحة منذ البداية وفقا لتقارير هيئات الأمم المتحدة والآن التهديد بموضوع المياه وأكثر ومن ذلك زعيم المعارضة يتحدث اليوم للأسف عن وجود مطعم في جنوب الأردن باسم 7 أكتوبر ولا يدرك مبررات ذلك التطرف الإسرائيلي الذي للأسف أهم من أنه يخلق التطرف بالطرف الآخر ولكنه أكثر من ذلك أقول دائما أنه يعدم ثقافة السلام لدى الجانب الإسرائيلي وهذا هو الأهم وآن الأوان للإسرائيليين أن يذهبوا إلى صلاديق الإختراع ويؤيدوا من يؤيد السلام سيد مئير ما رأيك في مقال سعد سفير زياد وتحديدا هنا أحييلك إلى هذا الوصف أنه نتنياهو ويتفق خبراء كثيرون في واقع الأمر مع هذا الطرح نتنياهو يسعى لإنقاذ نفسه على حساب إسرائيل يعني ربما هذا يمكن أن يكون من ضمن التقديرات لدى الكثير من المحللين والمراقبين ولكن أنا أحب بالنسبة لإسرائيل إسرائيل تنظر بأهمية كبرى للعلاقات مع مصر والعلاقات مع الأردن على أساس أنها علاقات استراتيجية هامة وتقوم على أسس متينة وقوية هي منع الإرهاب في المنطقة والأردن تعلم علما جيدا مدى أهمية العلاقات بالنسبة لها من الناحية الأمنية هذا التطور الأخير في العلاقات والتوتر الذي سدى في الأون الأخير على العلاقات بسبب السابع من أكتوبر هو نتيجة للهجوم الذي قام بها قادة من المملكة الأردنية ضد إسرائيل وعلى رأسهم وزير الخارجية أيمن السفدي والذي اعتبر أن معاهدة السلام أو وسيقة السلام يمكن أن يعلوها الغبور إذا استمرت إسرائيل في مثل هذه العمليات مثل هذه التهديدات فيما يتعلق أيضا بانضمام الأردن بالنسبة لمحاكمة إسرائيل في لهاي ووقوفا إلى جنوب أفريقيا كنا هذه الأمور بتصير طبعا الأردن يريد نوع من التنفيذ عن الوضع الداخلي هو التنفيذ بالنسبة للأردن هو باتجاه إسرائيل والهجوم عليها هذا هو ما يقوم بالأردن من أجل إنقاذ الوضع الداخلي وأنا أتفاهم ذلك لكن طبعا هذا بيصيء إلى العلاقات ونرجو أن تستمر هذه العلاقات لأنها علاقات مهمة بالنسبة للجانبين دعني أخذ رد لأن هذا الكلام مهم سيد سيد سفير زياد مرأيوك ويعني هنا اعتبر سيد مئير أنه هو خطاب سياسي داخلي خطاب المسؤولين وليست مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية ما يقوم به الأردن أختي مروج أنا آسف هذا ليس تقييم حقيقة ليس تقييما موضوعيا لأن كل من يراقب يعلم أن المواقف في الأردن الشعبية والحكومية وقيادة الهاشمية كلها في اتجاه واحد منذ ما قبل وأثناء والآن بحرب أكتوبر الحقيقة هي أن الجانب الإسرائيلي ليس مستجد لأن هناك السابع من أكتوبر ليس مستجد السابع من أكتوبر لا لا ولا أنا أقصد أنه معك عك أنا أقصد أنه من قبل ذلك كانت إسرائيل هي التي تنتهك هذه العلاقات التي كانت موجودة يعني هو تحدث عن مثلا موضوع التنسيق بما يختص بمكافحة الإرهاب وهذا موقف لا تخجل منه الأردن لأنها رأس حربة في مقاومة الإرهاب في كل العالم وهذه شهادة معروفة لها ولكن بالمقابل الانتهاكات بدأت من الجانب الإسرائيلي عندما قامت قيادات من الحكومة الإسرائيلية قامت بانتهاك المسجد الأقصى الدور الهاشمي والوصاية الهاشمية في المسجد الأقصى ما تعرض له الأشقاء هل يريدني الضيف أن أصفق لما حصل في غزة مقابل هذه الآلاف التي تم دبحها مقابل ما حدث في 7 أكتوبر وما زالت مستمرة طبعا سيكون الموقف الطبيعي للأردن مع أشقاء الفلسطينيين لأنها قضية مركزية بالنسبة لنا وما قاله وزير الخارجية هو الحد الأدنى بإضافة إلى ذلك إذا كان هناك جريمة جريمة إبادة بشرية مكتملة الأركان في غزة فهل يريدني أن أعارض موقف الدولة الصديقة مثل جنوب إفريقيا التي لأجل أبعاد إنسانية والتزام تاريخي مع الجانب الفلسطيني قدمت هذه الشكوى للمحكمة هذا شيء طبيعي طيب هل بالإمكان هنا فقط تعليق سريع سيد زياد حتى لا أتصل على سيد مئير هل بإمكان إسرائيل بالفعل أن تقدم على هذه الخطوات التي تتحدث عنها هل بإمكانها بالفعل تعليق تفاقية المياه مع الأردن هل تستطيع فعلا القيام بذلك السؤال لمين السؤال لك سيد سياد لحضرتك سيدتي أنا أترض أن إسرائيل لن تخدم على ذلك لأنها تفتح الباب لمواقف أردنية بخصوص مواد أخرى مجرد تهديد أو تصريح كلامي سيد مئير هنا لن أتحدث فقط عن الموقف الأردني ولكن هناك أيضا الموقف فيما يتعلق بمصر نعلم أن الأمور وصلت إلى حد تصعيد كبير لدرجة أن الرئيس السيسير في التلقي إتصال هاتفي من نيتنياهو وهذا الأمر هذا الحد ربما يعني من النادر الوصول إليه بالنظر إلى أن مصر دائما ترى أنها مسؤولة عن الوساطة لإحتواء الموقف وعدم وضمان عدم التصعيد الآن هل إسرائيل تعول على أمر ما على ورقة ما حتى تتمكن بهذه الجرأة من حرق كل جسور التواصل مع الفعالين الأساسيين في هذا الملف لا هو ليس حرق كل جسور ولكن صحيح أن هناك علاقات ولكن أحيانا هناك خلافات وهذا يحدث في كل مكان بين الدول لكن المهم الأخذ بعين الاعتبار أيضا بأهمية مؤهدة السلام بين مصر وإسرائيل وكذلك مؤهدة السلام بين إسرائيل والأردن وعدم تعريض هذه المعاهدة لأي خطر لأن الهدف هو إيران هو ضرب عملية السلام في المنطقة وتقويد كل الجهود من أجل يعني الوصول إلى تسوية وهذا منذ اتفاق أصله ونحن نشاهد ذلك لكن بالنسبة للأردن هي على الأقل لم تخرج بأي تصريح إدانة لهذه المجازر التي ارتكبت في السابع من أكتوبر من قبل حماس أما بالنسبة لالتفاقية المياه من تريد أن يخرج بإدانة بتسوية الأردن سيد إيران أخوان فقط لأني لم أستمع إلى هذه النقطة من أردته أن يخرج بإدانة نعم الأردن يعني على الأقل يعني أنت تقف إلى جانب الفلسطينيين ومع كل الاحترام لكن ماذا بالنسبة لما ارتكبته حماس من المجازر والعالم كله شاهد هذه المجازر وقبلتهم بكل هذه الأمور من قبل حماس وذلك لضغط شعبي لديكم لذا نقف عن تاريخ السابع من أكتوبر نعم ماذا عما كان قبلها يعني هناك سلسلة لما نقف لماذا يا فن المصريين المصريين هناك عبارة بيقولوا فيها هتم الآخر يعني ما تدينيش تفاصيل السابع من أكتوبر والثامن من أكتوبر لا هم يريدون ماذا يحدث الآن ماذا يحدث الآن هو نتيجة لهذا العضوان الغادر التي قامت بها حماس لقتل الشعب الإسرائيلي وهذه حرب وجودية طيب هذه قضية أخرى قضية جدلية قد أخذنا إلى يعني جدل كبير جدا يعني لا وقت له سيد مئير أنا فقط كنت أريد أن أتحدث في الجزئية الخاصة بالخلاف الكبير يعني والذي لا أعلم إن كان الوصف الصحيح له خلاف وأنت تقول أنه يعني الدول يحدث بينها خلافات لكن أن تحتل إسرائيل محور فلادلفيا الحدودي مع مصر هل هذا يسمى خلاف أصلا؟ دعني أخذ رأي رأي سيد سفير زياد في هذا الأمر يعني ألا يعد ذلك تمادي من الجانب الإسرائيلي عزيزتي نعم هو في الحقيقة تمادي ولي أضع النقاط على الحروف القيادة الإسرائيلية حاولت بداية أن توسع دائرة الحرب لمصلحة نتنياهو ولمصلحة الحكومة تحديداً لم تستطع أن تجر حزب الله ولم تستطع أن تستغل حركة الحوثيين والآن تتحدث عن توريط إيران مباشرة مع العلم أن الولايات المتحدة كان موقفها والتي أبلغت به إسرائيل وأبلغت به القيادات العربية ومن ضمنها الأردن أنها ضد أي توسعة للعمليات العسكرية الآن للأسف عادت القيادة الإسرائيلية لتحتك بمن وقعت معهم معاهدات سلام سواء كنا نتحدث عن مصر أو الأردن وهذا حالة إفلاس سياسي غير مسبوقة ويجب على الرأي العام الإسرائيلي أن يدرك هذه الحقيقة نحن كما ذكر الضيف لا نحن تحدثنا عن إدانتنا لقتل المدنيين أينما كانوا وهذا موقف عام للأردن دائما وأبدا ولكن المجازر التي تقوم بها القوات الإسرائيلية خدمة لمصالح نتنياهو أكثر مما هي خدمة لمصالح إسرائيل في المستقبل لأن مصلحة إسرائيل أن يقوم هناك سلام وخاصة سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي محاولة الاحتكاك مع الأردن ومع مصر حالة إفلاس سياسي لدى الحكومة الإسرائيلية وحتى هي حالة إفلاس بحديثها عن الجانب القطري الذي يريد أن يقدم خدمة بالتعاون مع الولايات المتحدة لتهيئة الأمر لظروف أفضل عند وقف إطلاق النار في غزة شكرا جزيلا لضيفي الكريمين في هذا الحوار من عمان السفير السابق سيد زياد المجالي وأشكر ضيفي من القدس الدبلوماسي السابق سيد مير كوهين ترجمة نانسي قنقر